الاتفاق بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومكتب دراسات لتقديم دراسة حول تكلفة اعادة تشغيل مطار الشهيد رينام عوض في القلاعات في عكار هو اول مقاربة تقوم بها الحكومة الميقاطية تجاه هذا الملف وعلى الرغم من هذا الاتفاق الى ان هناك فريقا في قوة ثامن من اذار يتحفظ على اعادة تشغيل المطار متخوفا بحسب ما يقول بان يصبح ممرا للسلاح الى سوريا حسب الله معتبر انه هذا الموضوع بيمنع يعني ما بعد بيمكنه بانه يضبط مين عم يفوته يطلع وبالتالي ما بقى يسيطر على الداخل والخارج على البلد ولا بلد بالعالم بيعيش على مطار واحد واللي بين السنة بالذات الدورة الاقتصادية وبالسياحة الاسباب اللي اعاكد تسكير من فترة لاخرة تسكير مطار بيروت واطعت الرؤاط عليه رجعتنا اقتصاديا اكتر من 20% على مستوى لبنان كله وفي كل الاحوال ترى فعاليات المنطقة ان هناك فوائد عدة من اعادة تشغيل مطار القيعات حيث يمكن استعماله للشحن ونقل البضائع مما يخفف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت الذي يعمل ضمن الحدود القصوى حاليا هالمطار هو من مطار في اوه ولا مطار يعني مناطئة هذا مطار لكل اللبنانيين هذا مطار يعني لبناني مشرف عليه حيكون اكيد بطبيعة الحالة الجيش اللبناني وبالتالي ما في امكانية يصير فيه تهريب مطار القيعات بمساحة الخمس ملايين متر مربع تقريبا او خمسة وربع اذا عمل في برادات وهنجرات وجاب الطيرات الشحن وتصدرت هذه حاجة ملحة يعني ما بيعفوا اللي عرقوا للمطار كم هي العائدات التي ستعود الى الخزينة الدولة هذا وتطالب هذه الفعاليات برفع الكيدية السياسية عن اعادة تشغيل مطار القيعات فالفائدة هي للبنان وليست لمنطقة معينة رغم علمهم المسبق بان هذه الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مطار القيعات الحلم التاريخي لاهل عكار الا انه يعتقد ان السبب الرئيسي لذلك هو وضع السلاح في مواجهة الانماء زياد منصور تلفزيون المستقبل